قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم التي أصبحت لا تصلح لعملية الدفن موضحا أنه سيتم تطوير منطقة المقابر وإنشاء حضائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات وأضف مدبولي في تصريحات له عقب تفقده لمقابر صلاح سالم أنه سيتم إنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلى أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة بدون حلول نحن نوفر بديل إنساني وديني ويقدر أنه يراعي حرمة موتنا وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفرة النهاردة على الطرق السريعة وبدأت فعلا عمل حصره فيه النهاردة أكتر من 20 ألف مقبرة أنشأت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة علشان تبقى بديل إن إحنا ننقل الأماكن اللي هي خلاص أصبحت واضح تماما زي ما حركم شايفين إنها لا تصلح لعملية الدفن هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها طب هو إيه اللي حيتعمل هنا؟ اللي حيتعمل هنا في إطار نفس التخطيط إن إحنا لأن طبعا دي من الناحية الدينية ودي درسناها ما ينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير إما حضائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق أو الخدمات مش خدمات مبنية مفيش حاجة تتعمل ممنوع إن نبني أي مباني عشان أأكد هذا الموضوع